أبوظبي في عقوبات السوبر كشف مسؤوله الاتحاد الكرة حقيقة الاستعانة بقناة أبوظبي الرياضية في الحصول على الوقاعة الخاصة بمباراة السوبر المصري اللي جمعت فريقاء الأهل والزمالك أكد مسؤول الجبلية أنه تم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة من التقنية الخاصة بالفار واللي بتنقل المباراة ب16 كاميرا وتسجل أحداث المباراة بالكامل وتم الحصول على شريط المباراة الخاص بهم وهو يحتوي على العديد من الأحداث التي أعقبت المباراة وكان الاتحاد المصري قد أعلن الحصول على الاستوانة المدمجة لقدمها المدير التنفيذي زي ما قلنا الحضرات كل الاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبو ظبي للإعلام القائمة بمهمة نقل التلفزيوني للمباراة بالإضافة إلى فلاشة قدمها المنصق العام للمباراة تتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة النقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون هنا بس للتوضيح أكتر اتحاد الكرة بيقول مصدر مصئول اتحاد الكرة أن المقصود بالجهة اللي نقلت المباراة مباراة سوبر بين الأهل والزمالك هي الكاميرات الخاصة بتقنية الفار واللي سجلت المباراة بالكامل عن طريق 16 كاميرا هو عدد كافي للحصول على العديد من المشاهد التي شهدتها أو الأحداث التي شهدتها المباراة وأوضحت العديد من اللقطات التي على آثارها أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد قراراتها وتم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة عن طريق المهندس عبادة اللي بيعمل في الاتحاد المصري لكرة القدم ولم نقصد أن اتحاد الكرة حصل على الشريط الخاص بالمباراة من قناة أبو ظبي الرياضي هنا ده توضيح أخير من الاتحاد فيلر بيعلن قائمة الاتحاد